أكدت وزيرة التجارة والصناع نيفينجا مع حرص الوزارة على التعاون مع كافة الكينات الاقتصادية العربية ما يسم في الاستفادة من خدمتها في تنمية الاقتصاد القومية مشيرة إلى أهمية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واعتمان الصدرات في تشجيع تدفقات الاستثمارية للدول العربية جاء ذلك خلال استراد وزيرة التجارة مع مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واعتمان الصدرات عبدالله أحمد الصبيح البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذلك دورها في تنمية وتطوير التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية وعلى المستويين الإقليمي والعالمي